في فيديو النهاردة للطبائي بقى ولا خطوات كتيرة ولا تدهين طبقات هتعملي كروسون رهيب جدا بالنتيجة اللي انت شايفه قدامك دي بقلي امكاناته بقلي تكاليف 32 قطعة من نص كالو دقيق الشكل قدامكم واضح طبعا ده مختلف عن تكنيك الكروسون الفرنسي تماما يعني مفيش خف او قلق او في صعوبة النتجة زي ما انتو شايفين رهيبة والاول مرة هتشوفوها معايا مع ان اللوه بسيط بس مورق معايا مش مكتوم لو انتو لسه جدد يا جماعة مصوش اللايك للفيديو والتعليق وتشاركوه عشانه كل يستفاد ويلا نشوف الطريقة والمقدير مع بعض يلا نبدأ وكمان يا جماعة عملنا من العجانة قطعتين بتا كده شايفين اده هش وطري رهيب يلا نبدأ في البداية يا جماعة في العجان او عجن بايدي معايا 250 جرام مايا ساعة جدا وبأكد احنا في الصف لسه تمام مع عبارة عن كباية وربع معلقة كبيرة لبن بودرة بما يعادل 15 جرام 10 جرام خميرة بما يعود الاثنين معلقة صغيرة معلقة كبيرة من الزبدة او بادلها يعني معلقة صغيرة من الزيت وما زودش زيت عشان ما ينشفش معايا العجينة تمام وحطت نص كالو دقيق مغبوزات وعجنت العجينة مع معلقة صغيرة من الملح ما زودش ملح لما متها في العجان وكملتها خدمة بايدي هغطى عليها كده ببلاستيك راب والصبعت اخمر معايا وبعد كده نشوف بعد كده يا جماعة فضل هوا تمام وحنا برضو في الحر عشان ناخد نتائج مرضية خلتها كده على شكل مربع عشوائي وسبت العجينة تكتشار بتاعي يكون سائع او ملمس العجينة يكون سائع جدا معايا عشان احنا في الصيف بعد كده معايا 150 جرام زبدة بما يعادل 3 ربع كباية الزبدة اللي معايا سائعة قطعتها كده شرايح وحطتها في ورقة زبدة كده وهبدأ افرد الشيط بتاع الزبدة بتاعي ممكن تخليه باي شكل عشوائي بس انا بحب شغلي بس يكون ايه مصطرة شوية يعني بالمردانة كده زي يا جماعة ما انتم شايفين بالشكل ده وبابدأ كده ايه افرد الزبدة بتاعتي طبعا الناس بقى هتبدأ تتعقد واتفكر الموضوع هتعمل طبقات كترة والكلام ده مفيش كده والله يا جماعة عشان بس شغلوكو يبقى طالع نضيف الموضوع ده مصعب يعني انا قلتلكوا انا من السنتين ما كانش ما كنتش متخص في المغبوزات اصلا تمام بابدأ كده اخد راشة دي يا جماعة وباخد العجينة اللي انا اعتارفت تلاجة عشان انا في فصل الصيف ولما بقى في الشتاء خمرت معايا اشتغل على طول بابدأ افردها كده ما اخدتش ثانية على فكرة انا مش مسرع على الفيديو بابدأ احط الزبدة كده في العجينة وبقفل كده عليها العجين زي الساندواتش كده معايا بالشكل ده تمام وكان في حتة عجينة الزبدة حطتها مش هنرمى حاجة بعد كده يا جماعة هبدأ امدد العجينة هبتتمدد معايا في ثواني بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده وهبدأ افردها كده شايفين يا جماعة طروط العجينة وسهولتها معايا ومش مسرع حاجة كده خلصت اه بالشكل ده بس لو في حتة سامكها من حتة بس بخلها سوى بعضها بقى اطعهم طلع طبقات وبحطهم على بعض كده خلصنا شغل بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده طلع طبقات بس بقطع العجينة يعني على ثلاثة وبرصها فوق بعضها تمام خلصت كده هغطى عليها ببلاستيك راب واسبها بس تسقع في التلاجة شوية عشان احنا في الصفو احنا عايزين ناخد تورقة برضو شكل نضيفه جمال على الرغم ان الحاجة بسيط وامكانياتها بسيطة وفي كل بيت بس ناخد شكل جمالي حطتها في التلاجة نص عشان تسقع بس كده كده يعني الزبدة اللي هتسحوا الحاجة لان مقداره صغير والموضوع يعني العجينة ما تحنتش في الفرد يعني ان هي مثلا ات الزبدة تخرج معايا لقى الموضوع بسيط جدا رشد دي كده وابدأ افرد بها عشان اشكل كده خلصنا بس بمدت بس فكرة التمديد دي بتسهل معاك الفرد ده اكتر يعني اللي هو بتخليه في ثواني ما ياخدش دقيقة اصلا معايا جماعة بس طيب الابعاد يا محمد لو انا دقيقة ستين في تلاتين تمام عرض ستين في طول تلاتين بالشكل ده شوية بالطول وشوية بالعرض في ثواني هبدأ بس هنضف الجوانب هشيل نص سنت من كل جنب تمام طبعا انتو هتقسموا العجينة من نص عشان تجي معاك كمية كبيرة زي ما وضحت بالمسطرة ما تاخدش الطول اللي انا عملته كله تمام بس انا بحب اللافة بتاعتها تبقى كبيرة شوية يا جماعة بس بلنضف العجين كده قبل ما نشكل وتقطعوا قاعدة المثلث انا مقطعه عشر انتو هتقطعه ستة او سبعة عشان برضو تعامل معاك كمية اكتر وباخد كده الشراح بتاعتي طبعا انت هتبقى اسمعها بالنص فكل شراحة من دول هتبقى عندك اتنين الشراحة الواحدة هتبقى على اتنين عشان مقسمها بالنص تمام يعني الشراحة الواحدة هتطلع معاك اربعة تمام او ممكن اكتر من ستين في تلاتين عادي للموم السمكة يبقى ثلاثة ملي بابدأ اقطع كده بالجنب اللي انا اخد شكل المثلثات لحد ما خلص بالشكل ده وفي اتنين كنت عملتهم زي البتان اللي هو البت يبن اللي احنا عارفينه ده بام سحقي دي الزيادة منه عشان ما يكتملش الطبقات ومنه عشان ما يشفلش العجينة وابدأ الف من قاعدة المثلث وما بشدش العجينة وانا بلف اللي انا يعني اخنقها معايا في اللف عشان لما تجي تخمر ما تتقطعش معايا وانا بأكد في الحتة دي تبقى براحتها واخدها نفسها عشان تقدر تخمر وترفع معايا تمام بعد كده حطتها على صنم بطنة بمفرج خبز او ورق زبدة او تمدهونة زاد كفاية تمام واببخوها مية وبغطى عليها سبعة اخمر حوار البخاري العالي بقى وحلت مية سخنة والكلام من ده هيقطع طبعا وفي نفس الوقت يعني النتاج مش هتبقى مرضية تمام وهيكرم شوية حالته حالة يعني المهم بتضعف حجمه كده بيبقى عامل زي الجيله وبمسكه بإيدي بيبقى سهل وصل بكده تمام بابدأ لماعه كده بسفار بيضاء ممكن استغنى ولماع بشوية لبن واتبقى النتاجة زي الفل لما فيش مشكلة دا يركت على فرن سبعة تسخين مسبقا درجة حرة 180 مقوية رف اول بيقعد معايا من 18 ممكن لحتى 25 دقيقة المهم هفتحش على باب الفرن قبل 17 دقيقة لان بيتعامل معه معاملة الكيك بالزبط عشان ما يهبطش معايا ولما بيخمر بالزيدة يا جماعة بيهبط فبأكد في الحتة دي بألف عنا مقدمة لكل اللي هيجربها النتيجة والكمية باسم الله ما شاء الله تقدروا تعملوه وتصيبوه برد شوية وتحطوه في كاس في الفريزر يطلع قبل ما تعملوه في اللانش بوكس بربع ساعة يفوك بألف عنا